بمشاركة العديد من الرجال ونساء التعليم والأطر التربوية من المغرب وفرنسا انطلقت برشيدية أشغل الدورة الثانية للجامعات الجهوية لدرعة فلالت التي دنظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وينظم هذا الحدث الذي ينعقد دحت الشعار من أجل مدرسة مواطنة دامجة ومبتكرة وتوجه ملائم في سياق متعدد اللغات بتعاون مع المعهد الفرنسي بالمغرب وأكاديمية أميان بفرنسا والكلية المتعددة التخصصات بالرشدية وجمعية وردة داداس بفرنسا نتوجد اليوم في هذه الدورة الثانية من الجامعة الخريفية 2019 جهو درعة فلالت بتوجدي مجموعة من الخبراء الفرنسيين اللي حاضرين معنا اليوم للتكويني اللي استفادة منهم والاستفادة مننا كذلك كان مجموعة من المفتشين الإداريين الأستداد اللغة الفرنسية وكتعرفوا بأن اليوم من ضمن المشاريع المقدمة وهو اللغات الأجنبية نحن بغينا بهذه الدوة هذه اللي قد يتدوم على يومين أنه يكون واحد تلاقع ما بين المغربة والفرنسيين حول اللغة الفرنسية واليوم كتعرفوا بأنه كان مسرورة دي الفرنسات مجموعة من المواد العلمية اللي هي الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض وتهدف الدورة الثانية من الجامعة الجهوية لدرعة فلالت إلى المساهمة في تعزيز قدرات أساتذة المواد العلمية وتشجيع تبادل الممارسة الجيدة بين الأساتذة وتحفيزهم على إقامة مشاريع علمية وشركات ثقافية وبناء الجسور بين المشاريع المدرسية والتعليم الأولي هذه الشراكة مهمة جدا لأنها تمثل ثمرة تعاون بيننا وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ضرعة فلالت ومن أجل هيكلة هذا العمل المشترك عملنا ينقسم إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمرحلة ما قبل التمدرس والمدرسة الغير نظامية بهدف تنمية التعليم وتكوين المدرسين ليكونوا قادرين على الاندماج لكي نعمل سويا كمؤسسات وأطر وحتى تلاميذ أيضا وشارك في هذا اللقاء العلمي حوالي مئتي شخص ضمنهم أساتذة اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية وأساتذة المواد العلمية بالتعليمين الإعدادي والثانوي وعدد من المفتشين التربويين والمشرفين التربويين في التعليم الأولي والتلاميذ ومن بين المواضيع التي يناقشها هذا اللقاء ثقافة والتعلم في سياق متعدد اللغات وأهمية رياض الأطفال في تربية الطفل ومناهجها المدرسية المستقبلية